السلام عليكم الدراري جبت لكم اشنو قالت الصحافة الانجليزية على اداء حكيم زياش وايضا تقييم ديالو حسب موقعين بدو بالتفاصيل بعد الماتش ديال البارح مابين ريال مادريد و تشيلسي في اطار الذهب ديال دور روبع نائي في شابونس ليج على ملعب ستانفورد بريج يعني ملعب تشيلسي خسروا بثلاشة الواحد ومفاجأة كبيرة بعد خسر ديالهم دور انجليزي بربعة الواحد وبالتالي اللاعبين مقدموشك الاداء و ايضا توقل در الارات كفادحة على مو تسوى الخطة دياله و اللاعبين مقدموش الاداء مميز بحيش كانوا اغلاط الدفاعية قاتلة عن الدفاع بحيش كريس سينسر و ريديجر و سيلفا ايضا زياش لاسف ملعبوش كاساسي تمرأ مع الريال بحيش العلم فاتح علي روتور ملعبوش اساسي ولعبو فقط بعد دقائق وعو تاني البرح ملعبوش اساسي ودخلو تلمطة تانية مع البداية دياله بعد ما عرف بانه در غلط كبير على موثل وجومي اللي كان ناقص بززد بحيش تقيم ديال اللاعبين جعلش كل تالي غنعطيكم فقط تقيم ديال المهاجمين كريسيان بوليسيج خمسة تعوى تسعين قاس الكورة اثنين واربعين مره ميسل مونج ستا فاصل خمسة وثلاثين قاس الكورة ربعة وربعين مره كاي هافرز سبعة فاصل واحد وخمسين بحيش انه احس اللاعب تشيلسي سجل هدف واحد و روميو لوكاكو ستا فاصل خمسة تخيلوا معين لوكاكو دخلوا في دقيقة ثلاثين وقاس الكورة ربعة ديال المرات وما كيتخرش تقالب للكورة بحال بنزيب او نهاري كان في اللاعب ديالهم يعني ماشي مواجم اللي عندو الاضافة صراحة و كين كوفاتيتي قاس الكورة ثلاثين مره لعب ميتات تانية كاملة ستا فاصل ثلاثين و زياش ستا فاصل ثلاثين ستا قاس كورة ثلاثين مره لعب ميتات تانية كاملة وبنسبة لموقع فوتبول لوندن والصحافة قال لي هاد كلمة اعطيت خمسة واربعون دقيقة لزياش لمساعدة تيالسي في العثور على طريق للعودة الى المباراة ولكن كان مثل البوليسيت لم يكن له تأثير يذكر على المسابقة و تيحت له فرصة متأخرة واحدة و وضعها بفارق ضئيل يعني مبينش ذاك المستوى و كانوا بحل و بحل ببوليسيت و كانوا فرصة في اخر دقيقة تزقلت و مرت بقرب المرمى و أعطاوا تقيم دل ستا على عسرة اشبال لكم نخوش في الاشنو طرال تيالسي و اشكينا امكانيات الرجوع في الماجر روتور على ملعب بيرنابيو بحيث تخصم جبيوتا بيش لا يعادوا الدعوة لكن تخصم ثلاثة بيش تحسموا التأهل هذا ما كان تهالله و ليفرازكم